واصلت الدولة على مدى عام 2023 تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق نهضة عمرانية شاملة يستفيد منها كل فئات المجتمع كما استمرت الدولة في تنفيذ المشروعات في ملفات المياه والصرف الصحي طفرة كبيرة حققتها الدولة المصرية وتفوق غير مسبوق أنجزته في إطار خطتها الطموحة للنهضة العقارية التي بدأتها منذ عام 2014 حيث بذلت جهودا ضخمة وحققت نتائج مميزة جعلت تجربتها العمرانية محطة أنظار العالم الدولة حرصت منذ البداية على تكثيف العمل في مختلف الملفات والمحاور في نفس الوقت لتحقيق إنجاز كبير وسريع فعملت على كل المحاور مثل محور الإسكان الاجتماعي والمتميز والفاخر بالإضافة لطرح الأراضي التي تناسب مختلف الفئات المجتمعية بجانب استمرار العمل على المبادرات التي لاقت قبولا واسعا من المواطنين كما وضعت نصب أعينها هدفا كبيرا متعلقا بإنجاز الأعمال في ملف المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي وذلك استمرارا لتحقيق النهضة وتنمية المدن العمرانية الجديدة وتطوير المدن القائمة بالفعل وعلى صعيد المدن العمرانية الجديدة بلغ عددها 61 مدينة بمساحة 32 مليون فدان ويسكن هذه المدن حاليا أكثر من 11 مليون نسمة ومن المقرر أن تستوعب أكثر من 80 مليون نسمة مستقبلا المدن الجديدة تضم كذلك مناطق صناعية بمساحة 152 ألف فدان ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة بها خلال الفترة المقبلة 200 مليار جنيه أما على صعيد معدلات الاستثمار بالقطاع العقاري فقد زاد الإقبال على الفرص الاستثمارية خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام 2023 عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 بنسبة تجاوزت 42% حيث بلغ عدد قطع الأراضي المحجوزة خلال عامي 22 و23 وحتى الآن أكثر من 1718 قطعة أرض بمساحة تتجاوز 7 وثمانية من عشر ألف فدان وتوفر أكثر من 230 ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها كما تضاعف الإقبال على الحصول على قطع الأراضي بالدولار منذ مطلع عام 2023 حيث بلغ عدد القطع المحجوزة 849 قطعة أرض بمساحة 3560 فدانا توفر 150 ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها بينما بلغ عدد الطلبات لحجز الأراضي بالدولار خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين 629 طلباً فيما بلغت مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالنظام الحصة العينية والنقدية أكثر من 76 مشروعاً في ثماني مدن جديدة بمساحة 15 وثلاثة من عشر ألف فدان توفر 310 ألاف فرصة عمل هي إذن جهود كبيرة ونتائج غير مسبوقة حققتها الدولة في إطار خطتها الطموحة لتحقيق طفرة عقارية